اسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي دلوقتي نحل اسالة الاكسس والجزء بتاع الاسائل اللي هو الاختيار فاول سؤال بلك ايه عايز جملتين من اللي جاي دوت عايز جملتين بيكام فيهم عن يعني التكامل المرجعي يكونوا صح يعني يا جماعة التكامل المرجعي يعني مسلا لو اللي يكون احنا عامين اه علاقة بين جدولين او بين تمام? فما جعمل ده بيمنع ان انا احذف سجل من الجدول الاصلي طالما له وجود في او مرتب بحاجة في الجدول الفرعي او اضيف حاجة في الجدول الفرعي ماش موجودة فين في الجدول الاصلي تمام? فتعاين شوف الجملتين كده اللي هم بيكلموا هنا عن وهم صح اول جملة صح بقولك ايه لو في سجل في الجدول الفرعي مرتبطة بسجل فرعي بيمنعك انك انت تحذف ايه الاستجيل الاصلي طالما له علاقة اولو امتداد مع اا استجيل ايه الفرعي الجمل التاني صح اللي هي عن بيقولك اا اا استجيل الفرعي ما يقدرش ندخل حاجة جديدة او نعمل اوديت يعني الا اذا اذا كان له اصل في اا قاعة البنات لو التكامل رجعي مستخدم في هذه الحالة السؤال التاني بيقولك اي واحدة اي واحدة من الجمل ديت عن اا سيتينج اللي هي ضبط اا خاصية حجم اا الحقل بص كده التول اللي موجود قدامك هوت ومديك حاجة اسمها وحاجة اسمها ده طيب اللي هو اسم الحقل ده طيب نوع البيانات ادي اسم الحقل ودي نوع البيانات اا شوف بقى هنا بقى في جايب لك اربعتاشر معنى هنا اربعتاشر ان هذا الحق لما تحط فيه يتحط فيه اربعتاشر كحاد اقصى يعني اربعتاشر حرف كحاد ايه اقصى تحط خمانستاشر ما يكتبش تاني هو الحد اربعتاشر ايه وياف تمام? فهنا عايز جملة كده بتتكلم عن اا تكون صح يعني وبتتكلم عن بيقولك لو انت غيرت اللي هو ده هو الحق دوت اا اا البيانات الموجودة مش هيتغير طبعا هي اصلا اربعتاشر هو بقى زود حتى خمانستاشر عشرين تلاتين ده ما هو عايز يبقى البيانات مش هيتغير لكن امتى تتغير امتى لو هو قلل يعني اللي هو عن مسلا كتب اربعتاشر ولا كتناشر لا كده اللي بقى ايه البيانات هيتغير هتغير فانا؟ السؤال اللي بعد كده اا بيقولك which two of the following statements عايز جملةين ملغايين اباوة زليقة عن اا تخطيط او تصميم تصميم حقول البيانات والرأس بتاع الريبورت يعني عايز جملةين صح او يقولك ايه يجب ان تحتوي او يجب ان تستخدم اللي هو طريقة العرض او تصميم اا عشان تغير تصميم او تخطيط الريبورت طبعا انت دلوقتي جالك الريبورت جاهز سميمت الويزرد وكده وخلصتو حد ما قولت finish وجاب لك الريبورت عالشاشة انت عايز ستعدل فيه حاجة لازم تروح حاجة اسمها يعني ايه يعني العرض تصميم بحيس تقدر تصميم يعني بحيس تقدر تكبر خط اا تغير لون الحاجات دي كلها تاني جملة بالكلام برضو عن بقولك الترتيب اللي انت بتديف الحقول في اا الويزرد بترتيب المعالج ستس بيحدد او بيضبط ازاي هما هيعراضوا فين في التاريخ طبعا يشوف بنفس الخطوات اللي انت ماشي فيها في الويزرد وبنفس ترتيب اا ترتيبك للحقول اللي انت بستعطيبها بييجي ترتيبها وردو فين في الريبورت صلي بعد كده بيقول لك اي نوع من البيانات اي نوع من البيانات اه مناسب او ملائم للرمز البريدي بتاع الحقل دوت اه اما اربعة وخمسين لو انت بسط كده للتكست ده هتلاقي اا في عبارة عن حروف واركم فطالما الفيلد بتاعك في حروف واركم نوع واحد من ده طيب اللي هو ايه نوع نص السؤال بعد كده بيقول لك عايز اتنين من الجملة اللي جاية معنى كلمة معناها فهرصة يعني ايه فهرصة؟ يعني بعمل ترتيب معين اا في فحين عايز جمتين بيكافروا مع ويكونوا اا مزبوطين اول جملة بقول لك ايه يجب ان تقوم بعمل فهرصة لحقل دايما بيفرز اا مروا تقرارا يعني لو انا عندي كل شوية يتحمل له فرس سواء تصعودية تنزيل الحاجات ديت يبقى زي بعملوا حاجة اسمها فهرصة التاني حاجة يقول لك اا الفهرصة دايما بيكون مفيدة او مفيدة بشكل خاص لما بيكون باشتغل مع الجداول اللي هي الكبيرة تمام؟ سؤالي بعد كده بيقول لك عايز جلمتين ملي جايين بالكلم الحاجة اسمها يعني اا قواعد البنات العلاقية معنى قواعد البنات العلاقية انه هناك او علاقة ما بين اللي فيها فهينا بقى عايز يشوف جميتين اا بيناسبه الراس سؤالي الفوق بيقول لك العلاقية من الاسهل لك انت تعمل لها عملية سيانة عن الغير العلاقية طبعا لو انت مسلا حبيت تشير حاجة اا مرتضة ببعض لو انت شتها من جدول بيتشال اوتوماتيك من جدول تاني انت اضمها هناك علاقة من الاتنين لكن لو لو بتبنى عملها صعبة جدا لازم تقعد تمر على كل الفلدس وتشيلها بايدك تمام الجمل اللي بعد كده بقول لك الراقية تعرفها بقى هي تحتوي على ايه جداول مرتبطة او بينها السؤال اللي بعد كده السؤال المقرر جايب لك برضو كده اه اربع جمل هو انا يفهم الصح عن تلاتين كان في سؤال قبل كده كانت اربعة عشر طب عايز ايه اهو بيقول لك لو احنا غيرنا ماشي اه حجم الحاق بتاعه اه اربعين يعني زود اهو منقص لا زود الدياتة الموجودة مش تغير طبعا ليه لان هي اصلا تلاتين هو خلاها اربعين فانت حتى لو زودت في اه في الا التكست مكتوب في نفيش مشكلة لكنك انت تتنقص بقى تخلي الاتين يدخلها عشرين ده هيعمل في ايه في السؤال بقى كده اه ميديك كده كزا حاجة وعايزك اه طرف انهي وانهي نوت انهي قاعد بيانات وانهي اه لاسي قاعد بيانات اه الكاتالوج اه بتاع الاسعار يعني المنتج وسعره طبعا دي سجل الطلاب قصة اولواية نوت اي حاجة قاعد بيانات اه قيمة التصويق بتاعتك دي عبر عن يبقى نوت سجلات العملة دي سأل بعد كده بقولك عايزي اتنين من الجمال اللي جاية يكونوا صح اه من اجابة عطول بقولك اكبر من او يساوي عشرة اعبا دي اقبعنا اكبر من او ساوي عشرة هيلاقي قيم هيلاقي قيم اكبر من او هيلاقي قيم اكبر من او يساوي عشرة تمام ده بقى قال لي من واحد ينايد الف سمائة وخمسة ستين واكبر من واحدة نسمبر الف سمائة وستين يبقى هو اكبر من ستين وقال من خمسة ستين يبقى هو شغال في ايه شغال في سنة اربعة وستين او هيلاقي كل التواريخ الف تسعمية اربعة وستين طيب كده السؤال اللي بقى بقولك في واحدة من هنا مش جاتا بيس طبعا اللي هي الخطابات والانباء والحاجات ديها الاخبار والحاجات ديها طبعا ما فاش ايه حاجة ديها بيس لكن او الكتالوج بتاع المباعات او قايمة الاسعار دي كلها ايه السؤال بعد كده برده بقولك او عايز نيم هنا استجيل للطلاب قلناها قبل كده والميل اردر اه الكتالوج بتاع ايه بتاع الطلبات البريد لان فيه الاسم والبانوان والحاجات ديها فيه تيبولز معنا فيه تيبولز وفيه تيتابيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة